الوفد الجمهورية العربية السورية بسبب بسيط أن هناك تباين كبير في المواقف حقيقة المواقف السياسية والمواقف العسكرية على الأرض وهناك أسباب أخرى مثل عدم استقلالية الإتلاف السوري المعارض وهي تابعة بكل صراحة لدول إقليمية كتركيا والسعودية وقطر وهناك سبب آخر أن وفد الإتلاف ذهب إلى جينيف بشخصيات لم يضم الشخصيات المعارضة المستقلة من داخل سوريا وأيضا التكنوكراس نحن نعلم أن في سوريا أيضا هناك معارضين حقيقيين ووطنيين لم ينضموا إلى وفد الإتلاف ولكن هؤلاء ليسوا طرفا في المشكلة المشكلة الحقيقية مع المعارضة المسلحة والتي دأب السيد المعلم في خطابه اليوم عقب نهاية المباحثات اتهامها بالإرهاب والتبعية على العكس تماما أعتقد أن الحل الحقيقي يبدأ بالحوار مع المعارضين الوطنيين في سوريا أما على الطرف الآخر بما قاله السيد وليد المعلم السؤال الذي يجب أن نطرحه هل هذا الإتلاف يملك نفوذ حقيقي على المسلحين في سوريا أم لا إذا كانوا يملكون نفوذ حقيقي على أي مجموعات يملكون هذا النفوذ لأنه كما نعلم بما يسمى الجيش السوري الحر هناك مئات من الكتائب المقاتلة على أي كتائب لديهم الموانئ أو السلطة وماذا عن جبهة النصرة وجيش الإسلام ومن المقترح أن يكون نظير الوفد الحكومي السوري من تقترحون إذا كانت هذه المعارضة غير معترف بها وسيد الجربة في خطاب الانتصار ربما دعني أن يسميه في هذا اليوم بدأ منتصرا أكثر من أي وقت مضى ومتحمس يعني بصراحة الانتصار الإعلامي يختلف عن الانتصار العسكري والسياسي على الأرض يعني نحن من خلال الثلاث سنوات الماضية نسمع كل يوم أن هناك انتصارات ساحقة للمعارضة السورية على الأرض ولكن حقيقة ما يحصم المعركة هو القتال المسلح على الأرض ونحن نعلم أن الجيش السوري يمد نفوزه على كامل أراضي الجمهورية العربية سواء يحاول استعادة المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية يجب أن نفارق هنا كيف يمكن أن يحاور الوفد السوري الإتلاف الذي لا يملك النفوز الحقيقي على كتائب قوية ولكن سيد المسيح حدثني بالمنطق إذا كان النظام يتمتع بهذه الأهلية الأمنية والعسكرية وقادر على الحسن لماذا جاء إلى جنيف أصلا؟ الوفد الجمهورية العربية السورية جاء إلى جنيف لتبيان حقيقة أن لديه النية صادقة في حل الأزمة السورية بالحوار نحن نعلم جميعا أن الدبلوماسية هو أيضا حرب بأدوات مختلفة يعني اليوم في سوريا هناك حرب على مستوين الحرب العسكرية والحرب الدبلوماسية فوفد الجمهورية العربية السورية ذهب إلى جنيف لجلس النبض المجتمع الدولي بصراحة يعني الوفد الإتلاف هو يمثل مصالح الدول الإقليمية وأيضا النظام السوري هو متهم بأنه كابة للروس وأيضا له حلفاء من إيران والعراق ويمثل هذا المحور الآخر فبالتالي التبعية ربما صارت ليست عيبا في هذه المرحلة نتحدث عن حلول فعلية النظام ربما قد أجبر بشكل أو بآخر بتقييم المراقبين على جلوس مع المعارضة على طاولة حوار واحدة والاعتراف بهم وبالتالي هذا يحتم عليه أن ينصاع للمرحلة القادمة ويقدم تنازلات في البداية أعتقد أن ما يحدث في سوريا الآن يعني من السخف الاعتقاد أنها حرب من أجل ديمقراطية وحقوق الإنسان كوى كل هذا الهراء الذي يقولونه على الشاشات الحرب هو حرب صراحة محاور وسوريا هي جزء من محور الممانع والمقاوم المعروف لكل العالم ولكن أن نقول أن روسيا وإيران لديهم وصائع على سوريا فالوليد المعلم والسيد فيصل مقداد قالوا بكل صراحة حتى لو أتوا روسيا وإيران قالوا لأنا هذا ما عليكم أن تفعلوا لن نسمع لهم فسوريا دولة مستقلة على عكس الإئتلاف الذي شكل خارج سوريا وعين الممثلين عن الوفد من قبل الدول الإقليمية المعروفة أما بالنسبة للحال خليني أقول لك شغلة اليوم في سوريا نحن نرى هناك تجارب حقيقية في برزة وفي المعظمية وفي مناطق أخرى يعني الصلح الحقيقي يكون بين أبناء الشعب السوري بإخراج المسلحين أو استسلام أو تقديم أسلحاتهم لأن الدولة السورية لن تتسامح مع أي نوع من المعركة العسكرية وسيكون هناك رد حاسم على كل مصادر النيران هذا ما بات واضحا صلنا ثلاث سنين ولكن سيد كيفورت يبدو أن القرار بي الراجع لسوريا تماما اليوم صحيفة الاندمندن تتحدث عن أن ما يجري في سوريا هو يشبه إلى حد كبير ما حدث في إسبانيا وهو مقدمة لحرائق كبيرة في الشرق الأوسط وربما تنتج حرب عالمية إذا لم تكن هناك مبالغة فبالتالي على السوريين أن يستمعوا للعالم لا أعتقد أن قد يكون هناك حرب عالمية ثالثة لأن اليوم اختلف الوضع روسيا والصين والبرازيل والهند هم قوى صاعدة اليوم والولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع التصرف بملء إرادتها كما كانت سابقا يعني اليوم في عنا سعود قوى جديدة وتوازن القوى عم باختلف يعني الولايات المتحدة لم تستطع حتى أن تضرب سوريا بضربات محدودة كما كانوا يدعونها فكيف سيفتحون حرب حتى إقليمية لن يستطيعوا ذلك أصبح واضح أن تحدثني سيد كيفورت عن رؤية الحل وتوقع المستقبل مستقبل الصراع بعد جينيف أنا من وجهة نظري الحل يجب أن يكون على مستوين المستوى الأول هو توصيع الوفد المعارضة وضم كافة المعارضين الوطنيين في الداخل وفي الخارج والتكنقرات أيضا المستقلين في محادثات جينيف القادم وعلى المستوى الآخر هو المستوى الشعبي الذي يكون بالمصالحة بين السوريين أنفسهم وليس مع داعش وبين جبهة النصرة يعني يجب أن نفارق تماما بين الجماعات المقاتلة على الأرض أسيد كيفورك الماسيان المحلل السياسي والأكاديم السوري كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك ملفات متواصلة من الغد العربي في لندن ونتابع فيها بعد الفاصل منظمة أنصار بيت المقدس تهدد باستهداف السيسي شخصيا ملفات متواصلة من الغد العربي في لندن ويسوح الدرار ند عدد أينجel سيسر ي Mitt اشتركوا في القناة